قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان الحكومة تدعم اربعة محاصيل استراتيجية لتجديع الفلاح على زراعتها وعشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي الى ان الهدف من زراعة تلك المحاصيل تقليل الفجوة الموجودة حاليا لتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف او صناعة الزيوت احنا اعلننا عن سعر للامح وبرضو حيبقى من الوارد وقت التوريد ان شاء الله ان احنا نراجع في ادوء ان احنا عايزين نضمن اكبر حجم من التوريد من السوق المحلي ودي نقطة مهمة جدا الرقم اللي احنا حتى قلناه للامح هيبقى وارد ان احنا نراجع في ادوء سعر البورصة العالمية وبالتالي النهاردة تبقى اللي بيحصل ان جايز سعر الامح عمالي ينزل فحتى تاني انا بأكد حتى لو نزل عن السعر اللي احنا كنا اعلننا عنه لو هو الف ومتين وخمسين للاردب هنبقى احنا ملزمين بان احنا ناخد بالالف ومتين وخمسين انا بأكد دي علشان نشجع الفلاح المصري الاسعار اللي احنا تم التوافق عليها بالنسبة للدرة الشامية البيضاء حيبقى 9000 جنيه للطن الدرة الشامية الصفرة ودي الحياة مش متعودين احنا في مصر ان هم يزرعوها الفلاحين ولكن دي بتبقى مهمة جدا للعلف وايضا للزيوت فاحنا بنتكلم على 9500 جنيه للطن بالنسبة لفول السوية احنا بنتكلم حيبقى سعر الضمان 18000 جنيه للطن وبالنسبة العباد الشمس او دوار الشمس الزيتي اللي هو بيطلع منه الزيت حيبقى 15000 جنيه للطن وتاني انا بأكد دي كلها اسعار ما نطلق عليه سعر الضمان وحيبقى العبرة بوقت التوريد ان نشوف ونلجأ الى سعر البورصة ويبقى بالتالي نضمن ان يكون هناك عائد مجزي للفلاح المصري اشتركوا في القناة